أعلنت مجموعة إي آنت عن إرسالها معدات اتصالات تقدر قيمتها بـ 20 مليون درهم كمبادرة إنسانية مقدمة إلى قطاع الاتصالات في تركيا للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للقطاع في المناطق المتضررة من الزلزال وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمبادرة سابقة أطلقتها مجموعة إي آنت لتؤكد حرص المجموعة على المشاركة في عملية الفارس الشام 2 التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حافظه الله بالبدء فيها الشهر الماضي لدعم الشعبين التركي والسوري وتشمل معدات الاتصالات التي سيتم أرسالها أكثر من أربعة آلاف وحدة راديوية ورقمية لإعادة تشغيل محطات شبكات الهاتف المتحرك المتضررة مما يدعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات في جمهورية تركيا الصديقة ويساعد على عودة الخدمات التي تأثرت جراء هذه الأزمة